الصحة والجمال لون جديد للحياة حلقة قبل كده بنتكلم على البرتوكول العالمي السابت المحدد اللي حطوه اكبر خمس اطباء في العالم وكان ليه الشرف ان انا يكون واحد فيهم البرتوكول ده معمم على كل الولايات المتحدة الامريكية وعلى اوروبا السابت مبيش فيه تغيير الا برجوع للخمسة الكبار اللي حطوه اي حد بيطلع بره البرتوكول ده بيبقى ليه مصلحة شركة معينة او محابقة شركة معينة بتبقى مصالح شخصية بيتكشف على طول يعني لو خد حتى الم هدية منهم لازم يجيب لهم يوديهم المغفر يوديهم على الاسم على طول ممنوع ممنوع اي شركة تخش تلعف البرتوكول ده البرتوكول ده بيقول ايه بيقول ان فيروس سي او ما بيخش العيان خد كيس دم من النهار ده كل مية دخلوا فيروس سي حد عشرين في المية بيطلعوا بيكفوا مرة واحدة موجود البيسي اقار بطلقوش موجود يعني خف لكن يفضل الانتيبودي في جسمه يعني الجهاز المناعة بتاعك شايف الانتيبودي شايف الفيروس فيفضل ايجابي تلس سنين بعد تلس سنين هيبقى الانتيبودي سلبي والبيسي ار نفس المجرم بتاع نفس الجثة بعد الفيروس سلبي عشان خف خلاص ده من اول السطر خف ازاي بيدي كف النون في حاجة ما جامعة اسمها كف النون كون فيكون انما امره بسم الله ما رحيم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بديه ملكوت كل شيء انه اليه ترجعون خواتيم سورة ياسين صدق الله العظيم يحجى العظام وهي رميم الشي فيما يخفه باذن القوة لا اله الا الله على الكاف لا اله الا الله من القلب يقين القلب اعلى درجة في الامان يقين اللسان اول درجة في الامان وعلى النون محمد رسول الله يقين القلب امر من الله ان الناس تتصدق الصدقة ترفع عنك داء وسيدنا محمد اربعين ولي خفي رب اشعص اغبر اذا اقسم على ربه لقبره بقضاء ومعاه اللطف ان مع العسر ياسرة ان مع العسر ياسرة رفع القضاء باللطف بيجي من دعوة او صدقة بنيت الشفاء من اشعص اغبر اذا اقسم على ربه لقبره يبرك بايه بالستر والصحة احسن دعا الرسول قالك السطر والصحة وكفى وماذا بعد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ربك الحل وما هو دعاك يا رسول الله قالك السطر والصحة وقال لهم اجعلني مستجابة دعاء لما تطلع عمرة دايما تقولوا السطر والصحة واجعلني يا رب مستجابة دعاء وبينك فيك شر الناس اللي هي لما تحاسب على حد وهي مستجابة الدعاء فاللطف ينزل يخاف في القدر بالصدقة وبقوة لا اله الله ومحمد رسول الله كاهيه عين صاد حاهميم عين سين قاف واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاكشناهم قملا يبسرون فيرفع عندك الداء بدل الحادثة عربية تبقى خدش بعد ما تدفع عشرة الدكتور بمية جنيه يطلع دواء خفيف ومرض خفيف ادي اول صاد تاني صاد سلة الرحم الرسول قالك عايز تكون مؤمن قول لا اله الى الله محمد رسول الله وبر والديك ادى الرب ادى الاب من ادى الرب ثم اوصيك بامك ثم امك ثم امك تحت فدايما بر الوالدين ده من اعلى درجات الامان بعد الشهادتين على طول كان ديق الصحابة على رأس امه حتى تصحى منهم حتى يقطيها اللبن وكان هو من ضمن الثلاثة يتحبسوا جوه مغارة في جبل فدع اذا كان هذا يا ربي هذا بري لامي صادق لوجهك فحرك الصخر فتحرك الصخر ثم واحد تاني دعا باسماء الله الحسنى تسعة وتسعين فتحرك الصخر الدعا الثالث دعا ان هو تصدق على احد الاولياء اذا الولي الخفي اذا كان دعاء اهو يا رب اشعص اخبر اذا اقصب ابرك اذا رب بهذا الدعاء ودعاء سيدنا محمد لي بالسطر والصحة فأعمر ان هذا الصخر يفتح الفتح الصخر وخرجوا الثلاثة بثلاث دعاوات مختلفة بر والدين والصدقة والصلاة واقامة الصلاة والدعاء في الصلاة بدعاء الرسول والسطر والصحة وتكون مستجابة الدعاء ده كاف والنون 20% تخافوا بالكاف والنون 8% عادة 6 شهور وما خافوش دخلوا في الازمان اسمهم اسمهم فيروس سي مزمن نشط بعد عشرين سنة يعمل تلايف ايه اللي ممكن يخلي فيروس سي يعمل تلايف قبل عشرين سنة ليه ثلاث عواكيز التعكز عليهم اوكازين وظهر قوي ابر روحي الاب الروحي للفيروس سي بالهريسيا والاوكازين هم فيروسين مشهورين جدا موجود فيروس سي 25% هم موجودوا في مصر 90% فيروس واحد اسمه سايتوميجالو فيروس والتاني اسمه وابشتين بار فيروس والاوطباء بيستهانوا بيهم ده يفضل يحلل الالف والب والسي ويسكت ما يعرفش البي ان فيه الالف وبي وسي وي وجي ودال وسايتوميجالو وابشتين بار وقودوا في مصر 90% لتيجة اطباء الاسنان الغرز كشك الولادة كشك البواسير وتبقت كلها مش معاقمة تعاقيم كامل او تعاقيم جيد غرزة في استقبال قدية حلاقة بادي كير كوردين اللي هزين فيروسين وعلاجهم شهر وبيوسات ضعيفة جدا علاجها من شهر 3 شهور بدوى اسمه ادمين مية صباحا ومساء ثلاث شهور بيروحوا خارس لكن وقودهم بيخلي البجرة سيئة لعلاج البيلاليسيا والمال هي واحدة مع ضلالة وكورة ضلالة في النار خصيب بلاليسيا الصح مسحها شراجية من الشرق وبتحط على الميكروسكوب بيبقى اولا لقب واجدات حية تأكده شخص ان في بلاليسيا لان بلاليسيا لما بكون مزمنة ما بتنزلش في البراز تخشت جوه غشاء المخاطي بتاع الشرق مسحها شراجية وحطها عشيحة ميكروسكوب فيها بلالت حية يجيب لعندي يد معاه من بوايدة الاربعة لها البتين ديسوسيد لالاربعة تقرص البتين الصبح والبتين بالليل دي علبة والتاني تاني يوم ثم ميرا زيد كابسولتين صباحا ست ايام كده علبة العلبة دي كل شهر لمدة ستة شهور لو لقى من اربعة على عشرة الدواء ده بيعلى من عشرة على عشرين بيعلى او منوصل للتشخيص جيد لبلالتسيا والعلاج التام الحاسم لا ازاد ولا اقل العلاج الحاسم لبلالتسيا لو شالت ببلالتسيا وشالت صوته مجاله فيروس ولي مش طعم بالفيروس اصبح فيروس سي اريان لازم نامشي على اربع محاور اربع محاور محوين على العيان ومحوين عن دكتور مهر اللي على العيان يحكم لي لازم يحكم لي المعدة كل اللي بيخش للمعدة من مية شرب ارجوكو اشروه مية فلتر او مية معدنية رحمة لان مية البنيل في الشتاء اسوأ ايامها بديبقى فيها مواد سامة ومصانع بترمي مواد سامة كيمويات زيبق وكاديميا مرصاص ونحاس نهيج بقى ان المواسير الصرف الصحي مع مواسير المية شرب حديد والطبقة القشة الارضية فيها حركة دائمة يحصل صدى يخش لصف الصحي على مية الشرب غير الصدى والنحاس والحديد يوصل لك في مية الشرب المسموح عالميا من خمسين جزء شائبة في المليون يعني الكوباية دي بيتين سانتي لو لتر في خمسين خمسين شائبة في المليون مية القرارة فيها خمس تلاف مية بحري بتوصل لغاية عشرين الف شائبة في المليون يعني املحة عالية جدا توازي بقى وكاديم يوصل لفشل كلاوي ورصصوا الحديد ونحاس اليه في الكبد نهيج بقى عن جرسمة الماء ده الحلزونية اللي هي تعمل قرحة في الماء ده وارتجاع تعمل منظر يقولك ايه فاتق في الحجاب الحاجز كلام فارغ لا بيش حاجز ما فاتق في الحجاب الحاجز هي جرسمة الماء ده الحلزونية تخشت عن مية الشرب الملوسة تشربها تحفر جبه الماء ده تعمل ريحة وحشة فوقك وبعد كده ارتجاع الحمض وبعد كده قرحة وبعد 20 سنة سرطان في الماء ده بعد الشر الجرسمة التانية اسمها ايكولاي ده موجودة في البراز بسا في صحي لو خدتها في مية الشرب توصف في الكلية تعمل صديد وقراج على الكلية كارسة يبقى مية الفطر ادي واحد للماء ده تانية حاجة التغذية الادوية في الادوية ممنوع يا جماعة اي حاجة اسمها ارسو ارس فالك ارس دايول ارس جول اي حد بيكتب ارسو يعف ده مش فان حاجة ولا مطلع ولا ارى الاف دي ايه لقيت ان الارس فالك مانا القلب مرسوم عليها كبد تضليلا للناس اي ارسو سام للكبد والاف دي ايه وقفته تماما ده بتاع الجايد عارف كده صفحات على الاهرام وعلى كل الجايد الكبيرة فضيحة في علاج للكبد تلع سام للكبد التمرجي عندي في عدتي عارف كده كويسا بقولنا عن ارس فالك سام للكبد ايه تانية سام للكبد الزنتاك والرينتاك والمجموعة دي كلها وشركة جالاكسو بطار التنتاك ورينتاك ان الاف دي ايه لقيت ان المجموعة دي دول بيغيروا هرمون الراجل هرمون الست ويعملوا دهون على الكبد ويأزوا الكبد فوقفوهم خارص في ادولي اكترى قوي بسكنات الالم وزي البروفين والسيتوفين والكتفلام وحاك المهدئات والديفلوكان الكابسولة الواحدة للفطريات دي قتلها للكبد اي حاجة الفطريات قلوها موضوعية كريمات كورتزون كريمات بقاش اي حاجة هرمونات بالفم منع الحمل ارجوك ممنوعك راسب منع الحمل اعين عنده كبد وخادح منع الحمل الست او هرمون منع الحمل هيجي لها بقرة على الكبد بحذر اوه تركب لو لب او فطتة الامان نيجي بقى للتخزية ممنوعه بقوله هو احمر الاحمر حمرة البط الوز الحمام الجنبالي ممنوعه هو السمين السماء الزبدة القشطة التحميل التقلية الطعمية مسموح سيدة فارقة سيدة ارنب سمك مشوي الدهب السائل يا جماعة دي هو الدهب السائل اللي بشيل دهون الكبد كل الامجات امجة ستة زيت الحار امجة ثلاثة زيت السلمون زيت الزتون على السرطة مع ثلاث نوات خل زيت الحار على الفول امجة ثلاثة زيت الطبيخ نجي بقى للقولون القولون ده يا جماعة ده صفيحة زبالة بالزبط هو اسوأ واقزر عضو في جسمك هو صفيحة الزبالة هو القولون هو ده مصدر كل السموم والغازات السماء للكبد والجسم عايز خلي وشك جميل وحلو وكبدك حلو اخسل القولون بخمس حاجات خميرة بيرة والتلبينة مجملة وتخسل الابداء ان صدق الرسول الله وما هي التلبينة يا رسول الله قالك هي السنة والسنوت فابن سينة لان السنة والسنوت هم الشعير والشوفان لما بيتغلوا بيتحوضوا لهلام جل يشكفت السموم سبحان الله مئة الف نبات للباقيين لا يزوبوا في الماء الا ان النباتين دول بس العلم الرسول صدقصة يا رسول الله ادي كده الالياف نحط عليها في ان كانت زلزتون وتلات نقاط خل نجي بقى للزبادي يا جماعة هنشيل الوش عشان دهون وحط مكانه جيني الامح ادي اول انتي اوكسداند وهو فيه فيتامين هيه وفيه الرضة ادي رضة والالياف ونشرب الشرش لازم جرش الزبادي فيه ايه وجبنا الاريش الشرش ده فيه ملق احماض الامنية والزينك ولوتامين اللي تفع منعة الكبد والصحي من الغيبوبة هو ده الهيباميرز عبارة عن شرش الزبادي اوه يترموه تشربوه والزبادي يخصد القولون اللبن لا اللبن قرأ ويلي ولا قبل معنا التليفون ام احمد معلش يوم احمد طولنا عليكي معلش كان لازم اخلص معلومة دي للاخر طب ناخد محمد الو السلام عليكم السلام دكتور مهر العزر مش مهام الا اسماع دلوقتي افضل اعطل لك يا عز دكتور السيد بتتكلمه انا اعطل اللعبا على الكنترول دور بقى على السيد بتاعك ده مع السلام كده خلصنا خلصنا كده في القولون قلنا الخميرة والتالبينة واستبق السلطة وكوبات الزبادي والشاي بتاع القشر اعشاب يانسون وكلاوي والشمر ما غريب للاطفال ثم قلنا الزعتر ونعنا ومرمية وبردقوش ده شغل للبنان وجمال لبنان ثم قلنا الملك على القولون هو البابونك او كاماميل او الشيح الالماني ثم الراويند والميلسا والانتريون مطحون كله ومخلوط مع ماية دافية مع عسل نحن يغسل القوين ويزبطه في غازات نحط قرفة وجنزبيل كده خلصنا من الحاكتين اللي عليك الحاكتين عكتور مير بقى انا بعمل لي بقى بشيل الاسوار بقى بحص نار لقيت تلايف بشيله ازاي لقينا دهون هنشيلها لقينا بعد كده رفع عليا رفع المناع عليا شيل الاسوار ورفع المناع بعد ما خلي الزابط خليها الف زابط طيب الدهون بتشال ازاي في التغذية خمس عصاير وخمس عالشربة وخمس عالروز خمس عصاير يشيلوا دهون الكابت ديت الرمان بقشريه دباغا للمعدة والكابت صدق رسول الله القشر الله بيض قرحة والرمان فيه ما يعادل تأتي للمونة ومش حمضة سبحان الله فكت الجنة ثم يلي قوة الكيوي ثم الاناناس ثم كندلوب ثم عصير الجذر عشان بيعمل حجامة تحت الجلد مخزنه اي بيتامين الف تحت الجلد واي سم الانسان تحت جلده عشان كده الحجامة بتشرط من فوق بتشير السموم الجذر ممكن من تحت تشير السموم يعني الحجامة عامة هو ومشمش والبرقوق والخيار والجرجير وكل بيتامين الف الفاصولية والبسلة والجذر معانا التليفون ليلة ايوه السلام عليكم السلام ايوه الا انا سمحت الدكتور انا بقالي اربع سنين بقالي من القولون ايوه القولون على طيب اعمل غازات واجنبي اليمين كله بيوجعني والقلبان بتأثر فيه اويا طبعا وعندي حلقان محمودة وتقرية على طول وارتجاع الاكل سمعت الحلقة يا ماما من اولها سمعتني من الاول حلقة ايوه اه سمعت باسة ركري فيلتر مية عشان جرسلت المية الحلزونية عندي فلتر والله عندي فلتر لا ارميه في الزبالة خمس مراحل على الان عملت مكروف حلزوني لا حللت نعمة الكويس هتلاقيه موجودة عملت والله اربعة بتاع خمس مرات ما فيك ايه ويتكون انا قلتلك على الزبادي وقلتلك بلاش اللبن عشان اللبن عشان اللبن عشان في الشرق الاوسط الانزيم اللي بيكسره اطلع غصب التريفون وانا ارد عليك ان بعد سنة الطفولة كل الشرق الاوسط عندهم فبيخش اللبن سليم وهو تحدي وعليه خميرة امطلعش في مواد مهمة جولت احمد امينية ويغسل القولون ثم العشر اعشاب دول كلهم بيهملوا حاجات مهمة جدا وفي حديث عن رسول الله قالك هي كزم في بطن اخيك وصدخ رسول الله بيوصي بشراب العسل اي حاجة في الماء دافية بتتحول الماء دي ربنا خلق من الماء كل شيء حي الماء عندها قوة زكرة تتشكل حسب الشيء اللي فيها يغسل القولون ميتين سنتي عسل يغسل القولون معاه اتصال الو يا احمد الو ايوة مساء الخيري دكتور ماهر بعد اذن حضرك انا كل فترة بعملك تشيك اب فعملت عينة الكبد طلع عندي تلايف على الكبد والنسبة اف ثلاثة اف ثلاثة اه بس مفيش فيروس فهل عايز اعرف من حضرتك هل الدهون دي لها تأثير على الكبد اه طيوب لو طب اتفضل بش اه سؤال في منتهى الوجهة ممكن يدور على اسباب التلايف كتير قوي طبعا ممكن الدهون لو تثبت لوحدة اكتر من خمس سنين تعمل حاجة اسمها ناش نون الكاهوليك ستياتو يعني دهون التهاب كبدي لكوحولي بسبب الدهون تهفع الانزيمات وتقلب بتلايف على خمس سنين قد يكون عندك بالهاريسيا قد يكون عندك سيتوميجالو فيروس زي ما قلنا وابشتاين بار فيروس هتحل في المعمل اي معمل تروح صباح اخير صباح النور عايز احل بالهاريسيا مسحة شراجية زي ما قلنا ميكسكوب صغير كده مسحة شراجية وفحص بوجدات على المعمل بقى سيتوميجالو فيروس اي بشتاين بار فيروس الانزيمات الكبد وتشوف في فيبروسينس قدام ناجل الصيد جهاز امريكاني لسه راكي بودل 2012 فيبروسينس تعمل بيعمل مسحة شعمل للكبد مش عين الكبد قد يكون البيه خدها بدري يعني الطبانكة هنا كده الطبانكة شغيلها جراب جراب 100 تلايف ده الجراب اللي حابد هو اللي بيخش ياخد العينة لو يبقى اخد من النسيج اللي يبقى اخدكش تلايف خالص ايه اللي يفصل كده فيبروسيجاز امريكاني يعمل لك اشعة في خمس دقايق يقول لك النسبة من المئة قوية كان في المئة تلايف الكبد كله والدرجة كان وده اللي هيفيدك وهي خلص الموضوع عايز تخلص اكتر بقى اعمل تحليل دلالات التلايف والاورام الفيتوبروتين والفيريتين لو تدع افيتوبروتين فوق 12 والفيريتين فوق 300 تقع في تلايف قال لي من كده ما بيش حافظ فالوسي انسى نجع بقى لعلاج الفيروس نفسه بقى كده خلصنا خلصنا الاربع حاجات اللي حاجتين اللي عليكم المئة ده وقابلون وانا عليا اشيل الاسوار وارفع مناعة رفع مناعة ازاي هنرفع مناعة باستاخد تفوين الاول الو السلام عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام بقولك يا دكتور والدتي عندها ديها ستين سنة وعندها فيروس وعملنا له تحليل بسيار الجناز التعشر واحد كتب لين انفكس قال لي لأ مبادل فيها بعد ده ما لهوش لاجم انفكس لا واغلب الدكاترة تقول لين لأ ده نسبة صلبية وما ماخداش اللي علاج عامل ليها بطء في الامرق ما عارفاش تاكل طيب اطلع يا اوما شكران شكران وصلت المعلومة خلاص وصلت المعلومة هاود داليكي حالا دلوقتي يا جماعة ايسر بكلم الصبح بقول ايه انا لازم هاود احنا اجيب من امريكا انا الترتيب في امريكا نمرة واحد على خمسة في امريكا في العالم بعدية دكتورة هاجلر يهودية ثم دكتورة جيلبرت الماني يهودي دكتورة اليكس جريمو فرنساوي ثم دكتورة تاني خامس وبعد كده احمد الدوري نمرة ستة مصري يعني فيه اتنين مصريين الاول على العالم والسادس على العالم احمد الدوري لو بيعمل الاشياء هتدخل او رام الكبد حاطينا بروتوكول في امريكا واتعمم هنحط في مصر ان شاء الله ونجيب اكبر عشر اطباء وخمس اطباء نحط بروتوكول الكلام ده ستة شر ده حلو جدا تحت مئتين الفيروس سيه الفيروس سيه قواعي فروانزا وعليها راس نموية فيها انزيمات وتحكم التقاص وتتيب الدفاعي واحدة راح نموية راح جزت نفسي لا انتوح للكبد اسمها المن ايه نن بيه الا الف الابه وبعد كده احنا سميناها السيه والتاني راح لجهز المناعة اسمه ايدز عشان كان الفيروس سيه بيسموه ايدز الشرق للشبه الجامد ليه؟ لان الفيروس سيه من نوادره لا يصيب غير زي اللي زي لا يصيب غير الانسان والشمبانزي. اللي يصيب الانسان والشمبانزي بس. فكل الحيوانات تلعب في نوع سلاح بيقول لشي. لعب انسان. اتلعب فيه. لعب في الافلونزا عملها كده. خلها فيروس افلونزا. فيروس سي. او خلها ايدز. تاني حاجة سرق التفارات. ما هو دي الميزة بقى. ليه لحط قواعد الافلونزا. فيه النوع الاول وال تاني والتالت في امريكا. دول بيستجيبوا للحوان. النوع الرابع في مصر والشمبان الافريقيا لا يستجيب الانتفرون. فده اهدار مال عام. وبقى له الانتفرون في مصر عشرين سنة بلا نتائج. وبقى بالعكس الفيروس سي زاد من عشر في المية. لخمسة وعشرين ونص في المية. يعني الانتفرون اعادوا جانبية قاتلة. واهدار مال عام بالمليارات عملة صعبة. بيدوى مش اجاب نتيجة. وكل العلم وقفه خلاص. موضة قديمة. دخلنا عن موضة انهي بقى اللي هي ضد الانزيمات. ودي اللي احنا بدأنا تابعة وثين مشروع مصري كندي. لإيجاد دوا بديل للحوان دي. وصلنا في الاخرى دوا اسمه فيرو كير. بيأتي الانزيمين في الدماغ الرافيروس. انتي بوليميريز بيدنا على التقاصر. وانتي بروتيهيز بيدنا تطيبوا المناعي لان الاتز والسي لهم تطيب مناعي مخيف. قلب وبعدين كابسول وبعدين غلاف. وغلاف خارجي عليه مخدات والشوك. عمزر انفد يهرب من جهاز المناعة. ولو بلعو يخش جواه عايش. جهاز المناعة. المأمور. عايش جوه بيت المأمور. يرمي عليه كياس. كياس لا يزوء بسحارقة. يزوء اها. يزوء اها. لقد لما مأمور يموت بعد اسبوعين او بعد شهر. يطلع الفيروس سي سليم. وتطلع المادة المناعية. الكاس الحارقة سيحة. تعمل 20% امراض مناعة ازاتية. روماتوية كاذب. سعلبة. زئبة حمرة. معانا التليفون. الو. ايه اسموا عليك. ايوه خارج. لا اتكلم بسرعة الخير. علي حسك كده. لو سمعت عندي اه انا المعت من المعتقابلو. لماتين ثلاثة كده. وببدل عليكم مش فايضا برضو. يجبك مسكنات بس كده وبعده كده شكرا. وسكنات. بدش رباية منين. من العنفية اشرب منين. من العنفية اطلع بارة الخط خلاص. ايه ويقفل عليه سك عليه ده واحد ما متماش الكلام دي خامس حلقة اتكلم على مية الفلتر وقال لكم مية الفلتر فيها جرسمت المعدة اللي ممكن تعمل قرحة في المعدة وبعد جاء تعمل سرزان في المعدة الشعب مش عايز يفهم عنه ما فيهم خليه يشرب مية وحنا فيها لما يتبهدل ولا ينفعه غير منزهه دلوقتي وياخد عيانة من قدر المعدة شوف عنده جرسمت المعدة والاقا اسمها هلكوباكتر بايلوري هتش بايلوري يا بتتحلل في الدم انتباضي يا في البراز يا عن طريق المنزهر واعينة من قدر المعدة تعاليته هياخد كونتر لوك وموتينورم وعلاج السلاسي بتاع جرسم الحلزونية بس بشرط يشرب مية من فلتر خمس مراحل ايه هو علاج السلاسي هلكيور من اسمها هلكوباكتر بايلوري هلكيور خبسمية صباحا ومساعا اسبوعين مع فلاجنتيل ارسين الصبح وارسين بالليل يوم واحد وكلاسيد خمس اقراس لعلبة كل يوم ارس شكت ابو اتعمله خمس ايام هاجي لعلاج السلاسي ضاعت كده كرسمت المعدة هيتلاقي بط مقففة ان شاء الله وياخد من قوة الاسوس والرويند الاضافة طبعا مش عالي من قوة الاسوس والرويند والخروب ويحسر الجزر مع كبوش الاحمر والرمان بيقشوا الابية صنعا من الرسول ويشرب دايما شربة الكوارع من جار الكوارع ديقف القرحة على طول تاني حاجة بقى نرفع المناعة ازاي رفع المناعة سهل جدا فوليك اسد ربعمية جاي من امريكا يفع المناعة افيتون فيتامين الف في المناعة الرويال ملكي مع فيت جي كابسولات يرفع المناعة حوان بيكوزاين بتيجي من المانيا الشيكت باير حوان دونة اسفر بثلاثين جنيه لعلبة فيها اتناشر امبولة تفتح الامبولة تلاحي الفيتامين قوية جدا تقعد في ايدك يومين حوان الحامرة دي كلها ميت بطيخ افتح مناعة جبل صدر كشميري ده موجود في كل السياط في كرفور في محلات مترو خير زمان كل المحلات دي كلها بتبيع عسل نحلة كشميري بتوكيل من امتنان تحط عليه خمسة جرام رويل جيل صامغ النحل جينسنجة احمر اشنشيا كوركم حبة البركة وتقلب زي صونة الرسول العسل فما يدافئ عندها قوة زكرة با اخير معنوعين بيروسي في الدم ده جماد هو اصلا جماد سواء سواء في الكبد او في الدم بس الينزيمين طلع بس في بي سي ار ويفضل ماشي كده يلوش على هو الناشط بس يخش على النواة يدي معلومات انه يزخ نفسه للكبد خلص ويستضر في الكبد في انزيمين انتي بوليميريز زي السولفا دي والسولفا دي لسه تتجارب على الحيوانات لو احنا عدين احنا بقى الحيوانات ومطوعين لغت المقادمة FDA واخدين FDA موافقة FDA اللي هي ممهزمة الهيئة التخزية والادوية العالمية 2010 من خمس سنين لان احنا بننع انزيمين مش بس بوليميريز كسر والبروتياز كمان تدفاعي خليه يطلع سهل كده وبنقفل البوابات اللي بتمنع دخول الفيروس من الدم متخشوش كده خالص افضف الدم كده ماشي يخبط لغاية له مجاز مناع يبلعو برافع مناعة كويس قوي وبعدين بيمنع كل مضعفات الفيروسية يمنع التلايف باختويل البابي يمنع التحال يمنع التلايف يمنع السرطان يشيل الاكسادة يشيل دهون الكبد ففيروكير ده هينزل قريب نسو الله من امريكا هينزل على مصر هو اترخص في دبي 2004 موضوط في الامارات لكن انا امرخص في امريكا في شركة اسماها سي بي سي مصنع اسمه سي بي سي في مصر تكاري اندستري في هبباد لونجا ايلاند في نيويورك اللي شركتي هناك في امريكا اسمها علاجة في فراعينة اسمها بالانجليزي فيروس كيور يعني علاجة في فراعينة هي موجودة في منهاتن ومعي اربعة شركاء من اكبر رجال اعمال في امريكا الشركة دي مكتبها في الامباير ستيت اللي صوروا عليها فيلم كين كونج وتحتية الويل ستريت البورصة وهتنزل امريكا الدواء ده خلال شهرين امتين دول وهو داعا بقى لكل ادوية الامريكيين دي كلها لا سولفا دي ولا انتر فيون هنوفر عمرة صعبة دواء مصري وورل الموضوع بتاعي فشالك فيه مخته من اكبر خمسة في العالم وفجعت ان هو اساس في الاسر يعني جامعة القاهرة يعني مصري ومحشو مصري يارف عنه حاجة ومكرم في دبي ومكرم في امريكا من جامعية الكابد العالمية وباخد اكاديمي اورده في الطب والعلوم وبالخمسة في العالم وعنده كابسولة هتدخل لمصر مليارات وتصدد بمليارات دولارات وهنوفر عمرة صعبة لان لقى في ادنسينا لقى الكتب ان لكل اندائن دواء زي القضاء والقدر واللطف في نفس المكان من نفس التربة يعني علاج الفيروسي الرابع اللي في مصر اللي بيقام الحوان علاجه اللي هيعالجه العلماء الشرافاء اللي هما بيقضيبه الدواء من نفس التربة اللي هي بتكبر الجسم وتكبر الكبد وينتج منها الفيروس نفس التربة دي بيطلع منها العلاج زي القط كده ما يجيله اسهال يدور على عشب في نفس التربة بتاعته يا كل هيكف لو قدته امريكا هيموت هو ده البروتوكول كلها دي نحطه ونرسخه ونوقف بقى شغل دكتور حشاشين ودكتور عمك خليل او بدا اني دوت وكل الحاجات دي حنقص ديلها وحنقص الديل بتاع المفت الحقوق الاجنبية اختبط لتمن ازراع ان شاء الله ربنا ياهنا ونقسر كل الازراع دي كلها وكل الناس بتاخد فروس بتاخد فروس على عرق الشعب عشان تنزل ادوية الامريكا على الشعب دي هناخدهم واحد واحد نعزلهم من وظيفهم وممكن توصل للرقابة الادارية انها تسجنهم طيب مني خلص مصر تتحرر من كل هذه الشرزمة سواء في الصحافة ولا في الاعلام ولا في الاطباء ولا في الصحة في ناس كده الشرزمة اسمها شلة اللوبي بتاعة المافية الادوية هتتحطي في صباحة الزبالة هو ده ما كانهم في التاريخ في مصر ومصر هتعيش بقى تبقى هشترافاء المحترمين اللي هم ما بيحبوا مصر وبينتموا لمصر ويخلوا مصر دي الام البهية جميلة واعيالها اهانوها بس معلش هنرجع لها كرة مرتاحة من تاني وهنرفعها فوق بايد المصريين وننقذ اكباد المصريين اللي بيقوا وراها واحد والتاني وهو دي قوة العمل قوة العمال الطلطة رايحين في الارض فين عمالة مفيش عمالة في مصر كله عيان يعني محمل خزينة فلوس لا هنرجعهم بالراحة ببروتوكول محدود مفيش حد قتل برا عنه خالص هتوزع على كل المحافزات كله هيمش عليه محاجش يخط عنه خالص هبقى فيه حكومة صارمة وزيد الصحة صارم وطور عدل عدو من الناس اللي هي لها خبرة وهو وجاء رجل المناسي في وقت المناسي وانا بشكر السيد رئيس الوزراء لاهتمامه بموضوع الشخصي دوت جدا ونصق بني وبين سيد وزير الصحة مقابلة قريبة لنزور الدواء ده فعلا انقاذنا للشعب المصري وتوفيق الدولارات والبالس عن كل الحاجات لعمل عبا لاي مش هتمي معنا لأي نتيجة مش هعالج مصر غر الدواء مصري مختلع مصري من أهل مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشوفكم يوم القادم للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.sahha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube www.youtube.com slash السحة وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com slash السحة tv وعلى تويتر www.twitter.com slash السحة tv www.youtube.com 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 شكرا 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 شكرا